بسم الله و السلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل السلام أهلا بكم إخواتي و امتابعيني في فيديو جديد و أفكار جديدة جميلة إن شاء الله تعجبكم هنسمي باسم الله و نبدأ فكرتنا الأولى لستخدمت فيها العلبة البلاستيك الشفافة دي واستغليت كمان معايا العلبة الكارتون اللي جوا هتقدري تستخدمي أي علبة كارتون صغيرة كده تشكليها بالورقة المقوة وتثبتيها كده بالستيكر وتستخدميها زي ما أنا هستخدمها في الفكرة بتاعت النهاردة بدأت كده إن أنا أغلي في القطع الكارتوني اللي عندي و دهنتها بالكامل باستخدام الغرة وبدأت كده إن أنا أرش عليها رمل بحر وأثبته كده عليها بالغرة هستنى عليه الغاية لما ينشف بالكامل طبعا وكل جهة هدهنها بالشكل ده أنا سبت بس الجهة اللي في الأسفل هي اللي أنا سبتها والمكان اللي كان بيبان فيه جزء من الكارتون كنت بغطيه بعد ما بينشف الغرة وبحط طبقه كمان و أغطي بالرمل جبت عندي هنا الورقة دي وبدأت كده إن أنا أحدد عليها مقاس العلبة اللي عندي عايزة طول بتاعي يكون متناسب طيب أنا هنا بعمل إيه أنا برسم شكل التحالب بتاعت البحر والشعاب المرجانية أنا سبت لكم حتى صورتها كده كستيكر على الجانبين بتاع الفيديو عشان تعرفوا الشكل اللي أنا عايزة يكون إيه وده الورق اللي بيكون في دهر الستيكر أنا يعني بحافظ عليه علشان لو هستغله في فكرة زي دي بعد طبعا لما الشمع بينشف بقدر كده إن أنا أزيله بكل سهولة وبدأت كده إن أنا أدهنه بالألوان دي ألوان باستل أنا استخدمت معايا مزيج من اللون الأزرق والأخضر علشان يديني درجات كده متفوتة في شكل التحالب والشعاب المرجانية فطبعا ده بديل جميل جدا للشعاب المرجانية الطبيعية إن إنتي تعمليه باستخدام مسدس الشمع طبعا هنا أنا باستنى عليها لغاية كمان لما الألوان تجف كويس علشان أقدر إن أنا أستخدمها وممكن تستخدمي الألوان الأكريليك أو الرش الاسبريي هلزأ بقى واحدة منهم كده في الداخل من العلبة بس هتأكد إن أنا ما أحط الشمع كتير علشان الشكل عندي يكون كويس ومتناصد كده مع بعضه جيت لجزء ده من العلبة من فوق بدأت إن أنا أجرحه شوية وأخشنه زي ما بنقول كده باستخدام الطرف بتاع بوز المقص علشان أقدر ألزق جواه حصان البحر بالطريقة دي طبعا الحصان ده كان عندي متوفر طبيعي تقدري لو مش موجود عندك طبيعي تقدري إن انت ترسميه على كرتون وتفرغيه وتغلي فيه كده بقى بأي حاجة ممكن كمان تغلي فيه بطريقة التغليف اللي أنا بعتمدها دايما بالمناديل وبدأت كده أنا أحط جوه القطعة اللي إحنا عملناها كده بالكرتون حطيت فوقيها الصدف وسبته بالمصدس الشمع وبعدين قفلت العلب على بعضها حبيت بقى أن أنا يعني أضبط المقصات الأول قبل ما أفلها والزقها جيت على الجزء اللي فوق علشان كان باين منه الشمع اللي إحنا سبتنا به الحصان من الداخل غطيته كده بصدفة وقصدها واحدة يدوب قدها وبدأت كده على الخط اللي هو واصل بين العلبتين أغطيه بقى بشريط نص دولي بالطريقة دي طبعا أنا مش عايزة أزين تأزين كبير لأن الفكرة بسيطة قوي وشيك ورقيقة فمش عايزين نخليها مبهرجة ومليانة شغل كتير فدوب كده أنا بحاول أن أثبتها مع بعضها بحيث أن هي ما تتفتحش بشكل بسيط وفي نفس الوقت إيه زي هنا تزين رايق كده زي ما بنقول طبعا اللولي الأبيض بيبقى جميل قوي مع شغل البحريات وكمان الدكورات البحرية وكمان شغل الخيش بيكون جميل قوي معها اللولي الأبيض ده شكل فكرتنا أتمنى يا رب الفكرة الأولى كده تكون سهلة ورقيقة وبسيطة عجبتكم ويلا بينا على الأفكار التانية إن شاء الله تنال إعجابكم وما تنسوش كمان تقولولي رأيكم في التعليقات أكتر فكرة عجبتكم في فيديو النهاردة وما تنسوش أن تتحطوا لايك لو الأفكار عجبتكم فكرة التانية دي كانت كوفر بتاع علبة موبايل الكوفر ده أنا حبيت أن أغلفه باستخدام الاستيكر الدهبي حاولت كده يعني أعمل فكرة جديدة كده إن أنا دخل الشغل الدهبي مع شغل البحر وقلت ما شوف هيديني نتيجة حلوة ولا لا جربت كده إن أنا أغلف الكوفر بالشكل ده أو العلبة أو وغطة الكارتون اللي عندي تقدريني تستخدمي أي علبة كارتون وبدأت كده إن أنا أفرغ الهوى من تحت الاستيكر بالشكل ده هطيف بقى إضافة بسيطة كده حبيت إن أنا أغطيها بالخيش عشان كمان يشيل معايا الشغل ويدي خلفية حلوة للشغل اللي عندي قصت قطعة من الخيش وستبتها بالشكل ده جبت بقى الصدف وحاولت إن أنا أجيب الصدف يكون القطعتين قصاد بعض نفس المقاس ونفس الشكل وجبت بقى الصدف الطويل ده وبدأت إن أنا أشكل شكل الفراشة وعملت كمان حاجة جميلة قوي جبت السلك الربط وبدأت إن أنا أتنيه وعمله زي سبعة كده وأتني الأطراف بتاعتها وبرمها علشان يديني شكل كرون الاستشعار وعملت كده فراشتين قصاد بعض واحدة في الجنب ده وواحدة في الجنب ده شوفي الشكل هنا وأنا ببرم السلك زي ما قلت لكم علشان يديني شكل كرون الاستشعار وبحط كده نقطة شمع في الداخل وبجمع الشكل مع بعضه استخدمت هنا معايا كمان الشريط النصرولي زي ما استخدمناه كده في الفكرة الأولى بس هنا أنا بدأت كده أنا أستغل بطريقة مختلفة هبدأ إن أنا أكتب بيه كلمة love بطريقة بسيطة كده باخد المقاس اللي أنا عايزاه وطبعا قبل ما بقص وبلزق أي حاجة بجرب الشكل عندي كده مبدائيا هيكون إزاي علشان يكون المقاسات والمساحة عندي مناسبة ولا لا بدأت إن أنا أعمل حرف الأو باستخدام صدفة كوقع كده بالشكل ده بدأت إن أنا أسبتها الأول بمسدس الشام وكتبت حرف الفي والإي طبعا هي سهل جدا في رصها وتنظيمها وطبعا الفكرة يعني تتحدث عن نفسها يعني طلع جميلة الحمد لله وعملت برضو زي فراشتين صغيرين بالصدفة الصغير بتاع الخلول وكان شكلهم جميل جدا دي بقى تقدر إن أنت تحطيها على المكتب تقدر إن أنت تستخدميها كده وتعلقيها عملت لها برضو تعليقة بسيطة باستخدام الخيط الخيش فأنا بديك لبقى الأفكار وتقدر إن أنت تنفيذيها بطريقتك وتبع الخامة المتوفرة عندك وطبعا ممكن تعمليها بمقاس كبير مش شرط نفس المقاس ممكن تستغلي كارتونة بمقاس كبير وممكن تستغلي الكارتون بتاع قاعدة التورتة هيديك نتيجة جميلة قوي وكمان كارتون النتيجة يارب الأفكار تكون سهلة وبسيطة ولو أول مرة تشوفي قناتي أتمنى إن أنت تستاعديني كده باشتراكك بالقناة وما تنسيش تحطي اللايك للفيديو لأن اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخليه وصل لأكبر عدد من المشاهدين وأتمنى كده إن أنت دايما تتابعي قناتي وخلي جولة كده في القناة هتلاقي أفكار كتير إن شاء الله تعجبك أفكار كتيرة من أعادة تدوير وحاجات كتير إحنا بنرميها في البيت بنستغلها بطريقة بسيطة وكمان مش مكلفة ده شكل فكرتنا التانية أتمنى يا رب الفكرة تكون سهلة وبسيطة وتقدروني تتنفيذيها بكل سهولة وتقدري كمان إنك تتنفيذيها كمشروع صغير تبدأي بيمن البيت الدكورات البحرية موجودة اليومين دول وبتتباع بأسعار غالية جدا فإحنا عايزين كده بخامات سهلة جدا إن إحنا ننفذها وإن شاء الله ما نتكلفش حاجة شوفوا كمان الفكرة التانية دي أنا هنفذها بإيه كتير مننا بيكون عنده كارتون وبنرميه وما بنستغلهوش فطبعا الفكرة دي أنا هستغلي فيها القعدة بتاعت الكارتون اللي هي بتاعت الترطة بلقت كده إن أنا أستخدمها وممكن كمان تستخدمي الكارتونة بتاعت النتيجة أنا كنت عايزة بس أستخدم كارتونة تكون جامدة شوية مش حابة إن أنا أستخدم كارتونة ضعيفة ولو مش عندك ممكن تعمليها قطعتين مع بعض وتدعميهم وتلزقيهم مع بعض بجلب أخدت الشكل ده وبدأت كده إن أنا أنصص الرسمة كده بالنصط بالمسطرة وبدأت إن أنا أرسم الشكل ده والجزء اللي أنا قصيته من النحية الشمال بدأت أحطه على الجنب اليمين وهحدده وهقصه عشان يطلع الشكل عندي مظبوط ومتساوي من نحيتين هاجي بقى على الجزء اللي تحت ده وهقصه كده مستقيم الشكل اللي أنا بعمله بعمل زي شكل القارب وبدأت كده إن أنا أقصه بالشكل ده باستخدام مقص جامد وممكن كمان تستخدمي قطر بس خد يبارك وانتي بتستخدمي جبت قطعة بقى من الكارتون وأخدت رسمة القارب اللي أنا رسمته وبدأت كده إن أنا أحدت حوالي صمتي بالزبط القطعة دي هقصتها كده داير ميدور وهسبتها على الكارتون اللي أنا استخدمتها في الأول طبعا أنا حبيت إن أنا أستخدم كده زي إطار لها علشان يكون عالي شوية وفي بروز شوية القطعة اللي هي كانت نقصة في الجنب دي برضو أنا أخدتها كده من الكارتون برضو ورسمتها وكملتها بالشكل دا وهنا بعد ما لزقتها والشكل عندي بقى كان بدأت كده إن أنا أجيب معايا غير مخفف بالمية وبدأت إن أنا أدهن على القارب اللي عندي وعلى الإطار بغلفه كده بمناديل ورقية المناديل دي آآ لو إنتي أول مرة بتشوفي القناة بتاعتي آآ طبعا هقولك الطريقة إحنا بنجيب المناديل الورقية وبعدين بنجيبها بنطبقها كويس وبعدين نفردها تاني وناخد منها بقى نفرقها لطبقات بتاعتها وهناخد طبقة واحدة بس منها خفيفة وهندهن الأول كده الغرة المخفف بالمية ونحط عليها المناديل بس نحافظ على الكرمشة بتاعتها ما نفردهاش وإحنا بنحطها وبعدين آآ نحط طبقة خفيفة كده بالفرشة من المية اللي معمولة بالغرة أو الغرة المخفف بالمية ببدأ كده إن أنا أغلف الشكل اللي عندي ده كله وأي قطعة كده آآ مفهاش المناديل ببدأ إن أنا أغلفها وبستنى عليها طبعا لغاية لما بتجف علشان آآ أجففها بسرعة باستخدم التشوار وببدأ إن أنا أجففها علشان أستغل الوقت وأقدر أشتغل بسرعة جبت بعدها الدهان البلاستيك الأبيض وبدأت كده إن أنا أدهن الشكل عندي كله وبعدين جبت اللون البسطل الأزرق وأخدته كده أنا مش عايزة أخففه أنا عايزة الدرجة الجمعة دي من اللون الأزرق وبدأت كده أدهن الإطار اللي أنا كنت عاملاه بالكارتون بالشكل ده هادهنه كده بالكامل وهسيبه لما ينشف وهدهن كده كمان الحواف وهسيبها على جنب ونكمل بقى الفكرة بتاعتنا جبت القطعة اللي إحنا قصناها من الكارتون في الأول دي وبدأت إن أنا أرسم عليها الهلب وهبدأ كده إن أنا أفرغه بالمقصة أو بالقطر وبعدها هدهنه بالدهان برضو الأبيض البلاستيك ممكن تدهنيه بأي دهان آآ مش شرط إن أنت تستخدمي آآ نفس الألوان اللي أنا بستخدمها يعني شوفي أنت حابة تعملي ديكور بتاعك بلون ايه مش شرط تكوني آآ منفزة نفس الفكرة بحزافرها يعني أنت طبعا ليكي لمستك الخاصة اللي تقدر إن أنت تغيري في فكرة النهاردة وتعمليها هسيب بقى الهلب كده على جانب الغاية ما اللون بتاعه يجف وبدأت إن أنا أجيب الشبك البلاستيك ده زي ما عاودتك وقلتلكو قبل كده الشبك ده أنا بجيبه آآ يا إما من الأكياس بتاعت البازل بتاعت الأطفال يا إما بتكون آآ الكيس اللي جاي فيه خضروات وببدأ كده إن أنا أخسله كويس وبنظفه وبسيب وينشفه وبستغله في فكرة زي فكرة النهاردة جبت كده الهلب بعد ما آآ اللون اللي علي نشف تماما وجبت حتة من حبل وبدأت إن أنا ألفها داخل الهلب كده وألفها حواليه وهبدأ إن أنا ألزقها وسبتها على الشكل القارب اللي عندي آآ بلفه كده مش يعني مش بشده بحاول إن أنا أعمل فيه إنحناءات كده بسيطة وبسبتها بمسدس الشمع بالطريقة دي وجبت هنا المحاردة المحاردة كان آآ من شط شرم بصراحة أنا ما مش المحاردة مش موجودة عندنا هنا في بورسعيد آآ ومش متوفر بس أنا بصراحة ما عارفش أنت ممكن تتحصلي عليه منين ممكن طبعا لو أنتم تابعاني أنا كنت قبل كده عملت معاكم فكرة آآ تعليق برضو وعملت لكم المحاردة بمسدس الشمع وبدأنا كده كمان إن إحنا نلونه فطبعا لو أنتم تابعاني هتلاقي أفكار كتير هتفيدك كبدايل لفكرة النهاردة بدأت كده إن أنا كمان أجيب حصان البحر خدت المأسين بس ده على فكرة حصان بحر حقيقي بدأت كده إن أنا نلزقهم بالشكل ده ودي كانت الفكرة بتاعتنا بعد ما زينتها بالأصداف والكواقع وجبت تعليق كده بسيطة صغيرة وهبدأ إن أنا ستبتها وراء بمسدس الشمع وهلزق عليها كمان ستيكر كده عشان أتأكد إن هي سبتها الفكرة بتاعتنا النهاردة ممكن تحطي عليها صورة ممكن تحطي عليها مراية آآ ممكن تكتيب عليها كلمة بالحبل زي ما إحنا كتبنا قبل كده في أفكار كتير أتمنى أن انتم ترجعوا لها وكمان تدخلوا على قيمتين تجويل ديكورات الصيف وأفكار بالصداف والكواقع ما تنسوش بقى إخواتنا في فلسطين والسودان من صالح ضعاكم وما تنسوش اللايك والشير لو لسه مشتركتيش أترككم في رعاية الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته